مرحبا بكم في الضرط الخامس مقارنة الاعداد من صفر الى تسعمائة وتسعة وتسعين وترتيبها اكتشف واتمرن اولا يمثل الجدول عدد صفحات القصص التي قرأها كل طفل او طفل خلال شهر استعمل الجدول واكمل الاسم عدد الصفحات به قرأة مئة وستة وثلاثون صفحة مريم قرأت مئة وخمسة وسبعون صفحة سارة قرأت مئة وثلاثة وخمسون صفحة اما كارين فقد قرأة مئة واربعة وعشرون صفحة زينب هي بدورها قرأت مئة وخمسة وتسعون صفحة السؤال الاول سنحدد اكبر عدد من الصفحات التي قرأها كل طفل او طفلة باش نحدد اكبر عدد دي الصفحات لاحظوا غادي نقارنوا هاد الاعداد غادي نشوفوا شنوه الكبير فيهم اللي كان بغيو نقارنوا اعداد فيها رقم المئات كان نقارنوا اولا رقم المئات مئة 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 كلهم تساويين عندهم مئة ثم ننتقل الى العشرات ثلاثة سبعة خمسة ستة تسعة تسع عشرات هي الاكبر اذا زينب هي التي قرأت اكبر عدد من الصفحات بحيث قرأت مئة وخمسة وتسعون صفحة اكبر عدد من الصفحات قرأها طفل او طفلة هو هي زينب ثم اصغر عدد من الصفحات قرأها طفل او طفلة هو ثم سنحددوا اصغر عدد من بين هذه الاعداد اذا قلنا عندهم رقم المئات كلهم تساويين ثم رقم العشرات لاحظوا ثلاثة سبعة خمسة اثنان تسعة اصغر رقم هو اثنان فبالتالي مئة واربعة وعشرون هو العدد الاصغر من بين هذه الاعداد اذا كريم قرأ اقل عدد من الصفحات بحيث قرأ فقط مئة واربعة وعشرون صفحة ونكتب اصغر عدد من الصفحات قرأها الطفل كريم ورتب اعداد الصفحات من الاصغر الى الاكبر اذا اقل عدد من الصفحات هو مئة واربعة وعشرون بعده رحضوا قلنا المئة متساويين العشرات اثنان هو الاصغر ثم بعده الرقم الثلاثة اذا مئة وستة وثلاثون ثم سبعة خمسة تسعة خمسة هو الاصغر اذا مئة وثلاثة وخمسون ثم سبعة مع تسعة سبعة اصغر من تسعة مئة وخمسة وسبعون بعده مئة وخمسة وتسعون هو اكبر هذه الاعداد اكتب اسماء الاطفال والطفلات ابتداء من زينب التي قرأت اكبر عدد من الصفحات سنكتب اسماء الاطفال والطفلات ابتداء من زينب يعني من اكبر عدد الصفحات التي قرأها الى اقل عدد الصفحات التي قرأها كل طفل وطفة اذا زينب قرأت اكبر عدد من الصفحات بعدها نجد مئة وخمسة وسبعون صفحة قرأتها مريم ثم مئة وثلاثة وخمسون قرأتها سارة ثم مئة وستة وثلاثون قرأها به ومئة واربعة وعشرون اقل عدد من الصفحات والذي قرأها كريم اذا كريم هو الطفل الذي قرأ اقل عدد من الصفحات اما زينب فهي الطفل التي قرأت اكبر عدد من الصفحات ثانيا اعدوا اكتبوا عدد المكعبات واحيطوا بخطين اكبر عددين اذا قد نحسبوا عدد المكعبات بحيث كل مكعب يمثل الوحدات اما كل قضيه فهو يمثله العشرات وكل صفيحة ثم امثل المئات ندر الوحدات عشرات المئات كم عدد الوحدات واحد اثنان ثلاثة العشرات واحد اما عدد المئات بمعنى اخر عدد الصفح نحسب عدد الصفح واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان مئة وثلاثة عشرة مكعب ثم بنفس الطريقة نحسب عدد المكعبات الوحدات واحد اثنان ثلاثة عشرة واحد اثنان ثلاثة أيضا المئات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان مئة وثلاثة وثلاثون اكبر عدد من المكعبات اكبر عدد من المكعبات سنقرن هذا العدد مع هذا العدد قلنا دائما نقرن اولا رقم المئات ثم نمر الى رقم العشرات ثلاثة واحد ثمان مئة وثلاثة وثلاثون اكبر من ثمان مئة وثلاثة عشر لماذا؟ لانا كانت ثمانية دي المواد ثلاثة دي العشرات عشر واحد فقط ثالثا استعمل بطاقات الأرقام وأكتب اكبر عددين وأصغر عددين نكتب اكبر عدد من هذه الأرقام وأصغر عدد ايضا باستعمال هذه الأرقام وحيضا ندرج الوحدات وقد نضيف الوحدات مئات وقال مئات قد يكون عنده أكبر رقم دي المئات ليهو 9 وأكبر رقم دي العشرات ليهو 5 ثم قد نقل 952 هو أكبر عداد ممكن نكون بهذه الأرقام أما أصغر عداد فقد يكون عنده أصغر رقم دي المئات ليهو 2 وأيضا أصغر رقم دي العشرات ليهو 5 وكتب قد نتسعة إذن 259 هو أصغر عدد ممكن نكون بهذه الأرقام 295 رابعا أقارن كل عددين وأكتب الرمز المناسب 153 مع 153 مع 153 إذن أولا قد نقرن المئات 100 متسوي لاحظوا صفيحة صفيحة ثم العشرات عندنا 5 دي القطبان ثم 5 دي القطبان الوحدات 3 دي الوحدات 3 دي الوحدات 3 دي المكعبات 3 دي المكعبات فبالتالي 153 يساوي 153 و 131 و 162 قلنا ملي كنبغون قرن عددين عندهم رقم المئات كنقرن أولا لمئات جدي المئات 101 جدي الصفائح صفيحة واحدة ذا مئتان و واحد و تلاتون أكبر من مئة و اتنان و ستون خامسا من يملك أكبر مبلغ أحمد أو كنزة تملك فاطمة 425 درهمان ينقص ما يملكه أحمد عن فاطمة ب 30 درهمان يعني ذاك الشي اللي عند فاطمة ناقص 30 درهم هو المبلغ الذي يملكه أحمد و ينقص ما تملكه كنزة عن فاطمة ب 23 درهمان أما ذاك الشي اللي كتملك كنزة فينقص عما تملكه فاطمة ب 23 درهم أيهما يملكوا أكبر مبلغين أحمد أم كنزة قلنا المبلغ اللي عند أحمد كينقص على المبلغ اللي كتملك فاطمة ب 30 درهم أما كنزة فالمبلغ اللي عندها كينقص ب 23 درهمان عن المبلغ الذي تملكه فاطمة فبالتالي كنزة هي من تملك أكبر مبلغين سادساً أقارن وأكتب الرمز المناسب 908 908 المئات متساوين العشرة متساوين الوحدات متساوين إذن يساوي 679 677 المئات متساوين العشرة متساوين لكن الوحدات هنا تسعة وهنا سبعة إذن 679 أكبر من 677 ثم مئتان مئتان 700 أو 70 80 إذن 278 أصغر من 287 سابعاً أستعمل المستقيم العددي وأرتب الأعداد 100 101 102 إلى 109 سأرتب هذه الأعداد 101 104 107 100 من الأصغر إلى الأكبر لأن الرمز أصغر يعني من الأصغر إلى الأكبر أصغر هذه الأعداد لاحظوا هو 100 لأنه من خلال المستقيم المدرش قبل من 101 نكتبه 100 أصغر من 101 أصغر من 104 104 قبل 107 أصغر من 107 و7 ثم نرتب هذه المجموعة أيضاً لكن هذه المرة أكبر يعني من الأكبر إلى الأصغر أكبر هذه الأعداد هو رحيضوا كلهم عندهم 800 800 800 يعني 8 دي المئات ثم العشرات 70 70 70 70 7 دي العشرات الاختلاف كين في الوحدات 8 دي الوحدات 4 دي الوحدات 7 دي الوحدات 0 وحدة كذلك في المستقيم المدرش كتلقوا 878 بعد هذه الأعداد يعني جت مراهم فبالتالي أكبر عدد هو ثمانمائة وثمانية وسبعون بعده ثمانمائة وسبعة وسبعون ثم بعده ثمانمائة وأربعة وسبعون واحدوا ثمانمائة وأربعة وسبعون جت بعد ثمانمائة وسبعون يعني مراه فبالتالي أكبر من ثمانمائة وسبعون ثم ثمانمائة وسبعون أستثمر أكتب الأعداد وأرتبها من الأصغر إلى الأكبار يعني من الصغير حتى الكبير أولاً سنكتب هذا الأعداد جدي الصفحات جل الوحدات العشرات المئات ثلاثة دي القطبان ومكعب واحد المكعبات كيمتل الوحدات واحد القطبان كيمتل العشرات ثلاثة دي العشرات والصفائح المئات مئتان وواحد وثلاثون ثم العدد الثاني دائماً نجل الوحدات العشرات المئات الوحدات واحد العشرات أربعة المئات اثنان مئتان وواحد واربعون ثم الوحدات العشرات والمئات الوحدات لا شيء العشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم المئات واحد اثنان مئتان وثبعون بعد ذلك سنرتب من الأصغر إلى الأكبر أصغر هذه الأعداد هو رحضوا قرنوا أولاً لمئات كلهم تسويين ثم العشرات سبعة أربعة ثلاثة ثلاثة دي العشرات أصغر من ربعات دي العشرة ومن سبعات دي العشرات فبالتالي مئتان وواحد وثلاثون أصغر من مئتان وواحد وأربعون أصغر من مئتان وسبعون مئتان وسبعون هو الأكبر ومئتان وواحد وثلاثون هو أصغر هذه الأعداد ثانياً أحيط بخط كل مقارنة خاطئة وأصححها سنرى المقارنة دي هذه الأعداد واللي غلطاً صحها ثلاثة مئت وخمسة وعشرون مئتان وأربعة وخمسون فانقرنوا أولاً لمئات ثلاثة دي المئات أكبر من جوش دي المئات هذه المقارنة خاطئة ثم أربعمائة وواحد ثلاثة مئتين وتسعة وتسعون أربعة دي المئات ثلاثة دي المئات إذن هذه المقارنة صحيحة ثم أربعمائة وستة وسبعون ستمائة وإحدى عشر أربعة دي المئات ستدل مئات أيضاً هذه المقارنة صحيحة لأن أربعة دي المئات أصغر من ستدل المئات ثم سبعمائة واربعة وعشرون 742 7100 7100 410 هذه المقارنة خاطئة لأن 410 أكبر من ججز العشر لذلك ف724 أصغر من 742 ثالثا ألون بطاقة الأعداد المرتبة من الأكبر إلى الأصغر 510 516 510 أصغر من 516 516 أصغر من 524 524 أصغر من 532 هذه الأعداد مرتبة من الأصغر إلى الأكبر نشوفوا هذه الأعداد الأخرين 359 375 تلاحظوا أن 359 أصغر من 375 ثم أصغر أيضا من 408 408 أصغر من 492 أيضا هذه الأعداد مرتبة من الأصغر إلى الأكبر 359 ثم 398 أكبر من 156 أكبر من 151 أكبر من 149 إذن هذه الأعداد مرتبة من الأكبر إلى الأصغر 359 ثم هذه الأعداد 298 356 298 أصغر من 356 50 إذن هذا العداد مع هذا العداد مرتبين من الأصغر إلى الأكبر لكن كاللحظة 356 و 151 356 أكبر من 151 إذن هذه الأعداد مرتبين لا تناقصيا لا تزايديا إذن فهذه الأعداد فقط هي المرتبة من الأكبر إلى الأصغر رابعا كتبت زينب أعدادا على اللوحة في ترتيب كما يلي 545 505 550 أعيد ترتيب الأعداد السابقة بترتيب صحيح نعود الرتب هذا الأعداد ترتيب صحيح من الأصغر إلى الأكبر الرمز أصغر يعني من الأصغر إلى الأكبر لاحظوا المئة متساوي ثم العشرات عندنا أربعة صفر خمسة أصغر هذه الأعداد هو 505 بعده 545 ثم 550 خامسا أقارن كل عددين وأكتب أحد الرموز يساوي أصغر أو أكبر إذن 150 مع 150 يساوي 689 627 المئات متساويين لاحظوا العشرات تمانية العشرات جزي العشرات 689 أكبر من 627 بنفس التقنية نقرن أولا المئات 900 أكبر من 800 إذن 907 أكبر من 899 ثم نقرن المئات 8100 أكبر إذن 801 أكبر من 108 أو 108 أصغر من 801 نقرن أيضا المئات متساويين نمر إلى العشرات 910 أكبر من 990 أكبر من 280 بنفس الطريقة المئات متساويين العشرات متساويين الوحدات 9 وحدات أكبر من 5 وحدات ثم نقارن المئات أولا متساويين 900 600 ثم 619 621 المئات متساويين ثم عندنا رقم العشرات واحد رقم العشرات إثناني إذن جزي العشرات أكبر من 10 واحدة ثم 325 كاللحظة المئات متساويين لكن جزي العشرات 010 إذن 325 أكبر من 300 ثم بنفس الطريقة نقرن أولا المئات متساويين ثم العشرات ثم نضع الرمز بحيث لاحظوا معي هذا الرمز بحاله بحال التمسح التمسح دائما كي يكون العدد الكبير 411 421 100 متساويين 1 مع 2 إذن 421 قد يكون هذا التمسح لأنها أكبر ثم المئات متساويين العشرات متساويين أيضا الوحدات متساويين ونقرر يساوي أتمرن من جديد أولا أستعمل أرقام البطاقات 942 وأكتبوا أعدادا كما يلي أعداد أكبر من 200 249 أكبر من 200 294 أكبر من 200 ندروا 900 42 أكبر من 200 أيضا 400 92 أكبر من 200 ثم أعداد أصغر من 500 200 200 249 أصغر من 500 294 أصغر من 500 492 أصغر من 500 ثم 429 أصغر من 500 أيضا أعداد أكبر من 900 أعداد أكبر من 900 942 924 924 شارك أحمد وخديجة وكريم في لعبة الفيديو حصل أحمد على أصغر عدد من الأهداف 235 هدفا وحصلت خديجة على أكبر عدد من الأهداف حصلت على 250 هدف أكتبوا عدد الأهداف التي يمكن أن يحصل عليها كريم إذن كريم عدد الأهداف التي حصل عليها ما بين 235 هدف و250 هدف يمكنها أن يحصل على 236 هدف لأن 236 تلاحظوا أكبر من 235 بمعنى 235 أصغر من 236 و236 أصغر من 255 يمكن أن يحصل على 237 238 239 241 241 242 244 244 245 246 247 248 249 249 248 258 249 259 258 249 jos 259 25 659 259 213 298 229 259 cm 281 كنا نكتب أعداد أخرى قلت هذه الأعداد من 236 إلى 249 أتذكر أستعمل جدول العدي وأقارن وأرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر 456 368 ثم 407 أولاً كنقرن المئات 4 جل المئات 3 جل المئات ثم 4 جل المئات في هذا العدد كنلاحظوا بأن 4 جل المئات مع 4 جل المئات متساوين إذن أصغر العدد هو 368 لأنه عنده أصغر عدد جل المئات فبالتالي 368 أصغر من 457 456 وخلنا بأن 368 هو أصغر عدد ثم باش نقارن 456 و 457 نقارن العشرات 5 ديال العشرات 5 ديال العشرات نفس عدد العشرات إذن غدي نشيو الوحدات 6 ديال الوحدات 7 ديال الوحدات 6 ديال الوحدات أصغر من 7 ديال الوحدات إذن 456 أصغر من 457 فبالتالي 457 هو أكبر عدد فبالتالي 5 ديال الوحدات لاimiento يجبون... Nine